الصرافة الإسلامية أصابها ما أصاب هذه القطاعات كلها ولا بد لي مدام ذكرت الصرافة الإسلامية أن أعرج على تاريخها في ليبيا أول مشروعها وأول كيفما كانت هي المشروع الصرافة الإسلامية أول ما بدأ يعني في 2008 2008 كانت كلمة صرافة إسلامية في ذلك الوقت صرافة إسلامية جريمة لا تغتفر لا يمكن الإنسان أن ينطق بها في إعلام ولا تظهر ولا يتكلم بها أحد في مصرف وإذلك أول ما عمل مؤتمر لهذا الموضوع سموه مؤتمر الخدمات المالية تجنب كلمة الصرافة لا يستطيع أن يتكلم بها ولا بد لي هنا أن أذكر الشخص الذي لا بد من الإشارة بجهوده ومشروع الصرافة الإسلامية في ليبيا ولد على يديه وهو الدكتور بشير خلاط وفقه الله وأعطاه الصحة والعافية ومارك في جهوده